زي ما شفنا في التقرير كده ان شاء الله فاضل لنا خطوتين بس بإذن الله لبطولة الكأس ويبقى كده نجح الفريق كرة طائرة كالعادة انه يحصل على البطولتين للسيدات هنروح للسكواش عندنا طبعا زي ما حضركم عارفين بطولة الجونة بتتلاعب دلوقتي عندنا فيه لعيبة بالنادي الاهلي بتمثلنا فيه طبعا مصطفى عسل ويثرب عادل والاتنين تأهلوا لثم نهائي بطولة الجونة الدولية للسكواش مصطفى عسل ويثرب عادل لعيبة السكواش بنادي الاهلي قدروا ان هما يصعدوا لدور الستاشر من بطولة الجونة الدولية للسكواش اللي بتلاعب من فترة من عشرين لحد تمانية وعشرين مايو اللي احنا فيه ومجموع جوائزها تلتمائة ألف دولار مصطفى عسل قدروا انه يفوز على الهندي صراف جسال بنتيجة تلاتة صفر وجات نتاج الأشوات حداشر اتنين حداشر تسعة حداشر ستة في ماتش قاعد خمسة واربعين دقيقة فقط مصطفى يلعب بكرة في الدور اللي جاي مع زميله في المنتخب محمد ابو الغار واللي قدر يفوز على مروان الشرباجي في مفاجأة كبيرة تلاتة اتنين ولو روحنا ليثرب عادل لعبة النادي الاهلي هللاقيها فازت على زملتها في المنتخب هنا رمضان بنتيجة تلاتة صفر والنتاج كانت حداشر تمانية حداشر تنين حداشر تلاتة ويترب هتقابل مطش صعب عندها مطش صعب يترب أمانة مع نور الشربيني المصنفة الأولى العالمية وبطة علم في الدور القادمة الدور التمانية بس تقدر ان شاء الله تعمل مفاجأة يا رب لبنا مع مصطفى عسل ويترب عادل